ثمانية وستاشن دقيقة كنا سمعنا قبل الأخبار متاع الثمانية مقالوا أبو عبيدة آآ على قناة الجزيرة بالفيديو اللي تم رساله لكل وسائل للإعلام حالي سمع رايحاتاً آي خاطر غلطت انت قبيلة قلت المرصد الوطني الفلاحة ليه هو المرصد الوطني الفلاحي قلت المرصد الوطني الفلاحي الفلاحي ذور الفلاحة وكا مش مجموعة اضحك اضحك كاميرا مهم برشا كين سمعها ملت تتبيع كالجملة ديك قصيتو هالي برب برب قصوا هالي قصوا هالي جملة ديك انت المرلي فات حنا عاد نسمح الحلقة دي درس ذاكا نحكي مع المعدة القاد برب يشوف الحلقة دي كان عاد كل ما يتكلم نشبه درس درس حاتب آآ شو تقرأ في كلام ابو عبيدة وكتيب القاسية من بارح عسكريا نحن لها ننتظر نتمنى دخولكم على الأرض بشكون مخبرة للجيش انتع الكيان وكل الجيش يكون مع الكيان يتحمل مسؤوليت واي جنسية أخرى ستكون عدو لنا في عالقة بالأسرة سمعت شنو قال ابو عبيدة هو البرح فما حاجتين فما معناه من بارتي فيها حاجة أبين حربي ويجاوه بطلي وديما يقولوا هيلومرا وفي كل مدخينة معناه نتفكر حاجة لما كي العركة بتاع المارس تجربات اليوم لي لي ديما ديما كيكا تحليل تحليل لقد فما زيدهن حمام شوية السيسة معنيه البارح بايدن هابط للشرق الأوسط فرنسا تحرك على الأسرة اللي حاملين للجنسية الأخرى نقص شوية التعاطف الأعمى خلني نقوله هكيك الغربي بكل ديبلوماسية خطر الصور اللي جاية من غزة الوقع متاحها باسمع نهار لول ما تشامت نهار الثاني درا شنا ونهار الثالث تولي هكا الدغدغ فيك بيانسور قبل ما يجي واحد كما يقولون بالفرنسية ذرب زدو سويدوا وذكا منزلنا ما نعفوه مش شكون وشنا والنواية متاعه دوك البارح عملوا دولا ريال بوليتيك عملوا إنو بيراسيون دو شارم هذوكم الأسلام بتاعنا وبداوا يخرجوا تصاول فيك نيوز اكل التصوير اللي بيع بيها الراهوذ رب بيها بيع بيها القضية متاعه حاجة ماهولة ناتنياه وبعث البيدن وبيدن خرج قدام العالم قالنا وران يريد تصويره بعثيلي لادمين متاع الكيان دوك فينه المال بيراح فهمه سياسة فهمه رانا قابلين نحن للنقاش قابلين لل معناها لشانش متاع الأسرة خداش بدع الأسرة متاع الفلسطينيين فنحبهم فرحوا ويعرفوا اللي أخر مرة تعرف الجندي شاليت بدله بألف أسير معناها يعرفوا اللي عندهم ربحين شوت في الحكاية هذية شوف أنا معادش نأمن إنه الصورة هي اللي بيش تحدد الخطوات اللاحقة للإعتداء على غزة معادش عندها حتى قيم العالم هذا كذب وخرج وكانوا في العراق أسلحة دمار شامل وأسلحة محظورة ودرشنوة وفي الأخر العالم الكل يعرف اللي ما هوش صحيح ما جابوا حتى برهان معناها على الشيء هذي وضربوا معناها اليوم هاي خرجت البي بي سي اليوم واعتذرت للمشاهدين بتاعها لأنه هي ظلت الرأي العام في جزء من القضايا هذا بالعكس عكس كلمك يأكد أنه الصورة مهمة أنه مع الوقت يخليهم يتراجعوا وقت اللي أنت تضغط تضغط ما تركاش وسائل تواصل اجتماعي وسائل إعلام عربية تفرسي الأشياء تخلي السورة تنتر لا تخليهم هما يعدلوا ولكن الخطوات العسكرية لا بيأسير لا الخطوات ما يأثر فيها حتى شيء هما ماشيين وبش يدمروا غزة وبش يدخلوا لها وبش يشردوا الملايين من المواطنين تيم هذي اللي ماشي دين الحاجة الوحيدة اللي ممكن تردع الشيء هذا هي ما ناخذوه جديمة بمعزل على كلام أبو عبيدة هو الموقف الإيراني اليوم الموقف الإيراني ومحور المقاومة اللي موجود من شمال العراق إلى جنوب اليمن هو اللي بش يكون محدد ومصيري خليني في حكاية الخطاب متاع أبو عبيدة حاب يوصل في كلامه على الأسرة يقول ضيوفنا يقول الحاملين جنسية الأخرى دوبة تركح الأمور بش يتم اتلاق سراحه عماذا بحث أبو عبيدة في النقطة هذه شوف رفيق كيفاش بداي أبو عبيدة وبعد بأربعة وخمس أيام يتغير تماما عرف وقلناها احنا منقولوا العبادة تقدتنا قالوا كيفاه هو بش يعدم الأسرة وفي نهاية الأمر هم يدمروا لا هي دي ما يقولوا حرب صورة على الأقل خليوا التعاطف مع القضية اليوم وقت اللي يقول رانا احنا الأسرة من خارج الاحتياط ومن خارج جيش العدو الصهيوني هم ضيوفنا فإنه هي رسالة واضحة لكل البلدين وشكونهم هم البلدين اللي اليوم تمسكين بعودة الأسرة بتاحهم هم الولايات المتحدة الأمريكية فرنسا وبريطانيا وفما يظهر لي كنديين يظهر لي بعض الكنديين اليوم الرسالة الأقوى والأوضح واللي ممكن تكون عندها وزنها في المعادلة هي التهديد الواضح للولايات المتحدة الأمريكية لأنه وقت اللي يقول كل قوة بيش تدخل وبيش تضرب معه سنعتبره عدو سنعتبره عدو وتعرف كلمة سنعتبره عدو فإنه تصبح كل الأهداف متاحة مصروحة ومستباحة من الطرف المقاومة هذه الأسيرة السهيونية اللي تكلمت البارح أمر 21 عام واللي قالت أكلة حسن المعاملة عند كتاب القسام واللي كانت خلعت حتى العملية جراحية دامت أكثر من ثلاثة ساعات على مستوى اليد متاحة وشفنا تفاصيل العملية شفناه الفيديو اللي تم تداوله على مواقع التواصل للشميع واللي كانت نشرته كتاب القسام كتاب القسام التغيير اليوم ظهر استراتيجي نحاول ألا نخسر التعاطف الغربي في كل بلدان العالم رغم المواقف الرسمية المخزية والتي تجلب العار ولكن يقولك في كل البلدان هذه فما نسبة حتى صغيرة منتع ناس عندها مبدأ تدافع عن الحق أينما كان على الأقل ما نخسرش هذيكم ونخلي صوتهم يعلى والمجموعات تزيد لعله يصل للضغط على الدول الذية والضغط الذية يرجع إيجابا على أهلنا في غزة وعلى المقاومة عموما اللي يتأكد أنها عسكريا جاهزة للاجتياح المنتظر بين الساعة والأخرى بين الساعة والأخرى ربي يحمي أهلنا في غزة تحب تكلم نحب تتكلم أنا إشارة إشارة صغيرة بركة لا اعتذار البي بي سي إياك من العدو إذا اعتذر هو عدو فمت ما تعتذر راوي خبي في أشياء أخرى وراء اعتذاره إذا كان اعتذر لك العدو سيمحمود ما ترون ما مخفي برشة أشياء أخرى سوف نراها في الأيام القادمة ستبدي لك الأيام ومكان خافيا فمت يعني تول بي بي سي تعتذر معنا يتوقعنا بش نصدقها هي قادة بعد هالجرحة وبعد هال وبعد هال الملحمة هذية اللي عملوها فينا فمت فمعني أنا 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 وما نصدقش وما نقبلش عتذر البي بي سي هي أنت قونا نقبلوه ما نقبلوش موضوعه لكن اعتذرت على الأقل تراجعت واعترفت بأنه هذا صار تزيف وهذا الاعتراف حتى لو كان أنت ما تقبلوش ورحنا ما نقبلوش يخدم على الأقل صورة المقاومة وينقل حجم لمعاناة هو الاعتذار في حد ذاته ورفيقي يأكد مرة أخرى الكلام كنت تحكيته وانت الصورة اللي جات من بلايس أخرين اللي تعديت في الفيديوهات واللي قاعدة الناس تشوفها تقول لك أنا خارج السرب وكاني بي قناة ما عادش عندي المصدقية الكيفية خد القاتل وحرس راس اليوم تشوف تصور أخرين وكاني بي أتعدي في حرب أخرى في بلاد أخرى في ناس خارج ريت قديش قيمة التصوير عندها أهمية كبيرة برشا كان سرحا في هوية تنتبقى لعدة وسائل إعلامية في العالم كنا نراه فيها وسائل إعلامية اللي تدرس اللي تدرس ما تقوم به وطريقة العمل لمتاحها ثم جاءت الملحمة البطولية لكتاب القسام وتفين الأقصى والمظمة التي توصلت على الشعب الفلسطيني فاكتشفنا أنه الناس هذي بلا مبدأ بلا ضمير بلا إنسانية دينها الدولار بلا شيء مش حتى الدولار مش حتى الدولار عدائها عدائها يخليها عمية مقارن على المبادئ وعلى ما يحدث على أرض الواقع من حقيقة تيرو الأمريكا ونحكي وعلى جريمة الطفل الفلسطيني اللي سارت البارة كنا مش نحكي وعليها ولكن نخلينا البارة